معارك دموية عنيفة مستمرة تدور في محيط باخموت وأعلن قائد قوات فاغنر الروسية أن وحداته تقدمت حتى 500 متر مستولية على مساحة 3300 متر مربع زاعما قرب استكمال رجال الاستلاء على المدينة بالكامل من جانبها أعلنت أوكرانيا أنها صدت هجمات شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة الأراضي التي فقدتها حول باخموت مضيفة النجاح كييف في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الروس يتزامن ذلك مع تجديد دعوة الرئيس الأوكراني بلدامار زيلانسكي الغرب لإرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم مضاد على روسيا خلال الأسبوع المقبلة لكن رغبة زيلانسكي في الحصول على طائرات F-16 كشفت عن انقسامات غربية داخلية وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الجهود الجديدة التي تقوم بها بريطانيا وهولندا للتقديم طائرات F-16 المقاتلة إلى أوكرانيا قد كشفت عن أحدث خطوط الصدع بين التحالف الغربي الداعم لكييف والذي انقسم مرارا حول إرسال الأسلحة القوية ليضع مجددا الولايات المتحدة المترددة إزاء إرسال الطائرات في موقف معارض لأقرب شركائها في أوروبا كما أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار يأتي ذلك الدعم في الوقت الذي تعهد فيه زعماء مجموعة السبع بتقييد أي صادرات إلى روسيا يمكن أن تساعدها في الصراع المستمر منذ 15 شهرا في أوكرانيا على الجانب الآخر أكد الرئيس الروسي فرادمار بوتين أن الغرب يحاول بث الفرقة بين المجموعات العرقية والقومية المختلفة في روسيا وتقسيم البلاد إلى عشرات الدول المختلفة مضيفا أنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا زاد مستوى التماسك داخل المجتمع الروسي